تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين أشرف محافظ صلاح الدين دكتور مهندس عمار جبر خليل على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال جولة ميدانية وسط تكريتا مؤكدا المباشرة بإكساء الشارع الرئيسي لحي الديوم غرب تكريتا بالإضافة إلى تطوير الطريق الرئيسي الرابط بين جامع تكريت الكبير وشارع الأطباء الرئيسي وأكمال إحالة تطوير إحياء شارع الظهور بالكامل من قبل البنك الدولي والتي سيتم المباشرة بها قريبا حقيقة هذه الجولة هي ضمن استكمال إجراءات المشاريع لعام 2019 هناك مشاريع لم تستكمل بسبب الإجراءات في وزارة التخطيط الآن استكملت يتم تعيين الآن المسارات في هذه الطرق سيتم التبليط في منطقة الديوم إن شاء الله غدا ستباشر الآليات وأيضا هذا الطريق الرئيسي اللي هو رابط بين جامع تكريت الكبير وبين الشارع الرئيسي شارع الأطباء أيضا راح يصير لعملية تطوير بالكامل وهناك أكملنا إحالة مع البنك الدولي شارع أحياء الزهور لتطويرها بالكامل أيضا من قبل البنك الدولي لكن تمت الإحالة بالمحافظة والآن استكملنا الإجراءات وإن شاء الله قريبا تم المباشرة بها لكن احنا أيضا مشكلة أنه هذه الإجراءات هي صارت مع بداية الشتاء اللي هي عملية التبليط راح تكون صعبة لأن احنا لديها تكون دقيقة فلذلك يجب أن تكون الأجواء مناسبة للتبليط صار هناك التأخير لكن إن شاء الله احنا استكملنا المشاريع واستكملنا إجراءاتها وراح نبلش بها في تكريت وبقية مناطق المحافظة شكرا